يا مساء الخير والسعادة عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكي أنا على شاشة القناة الأولى بتحشوني جدا من الأسبوع للأسبوع اللي بعده بكون مبسوطة قوي إننا بنتقابل كل يوم حد الساعة السابعة بكون معاكم رانيا السعيد الحقيقة إنه زي ما عودناكم دايما في حلقاتنا إننا بنكون متابعين معاكم كل ما هو جديد في عالم الكتب والروايات بنكون حارسين جدا إننا يكون معانا الكتاب المتميزين اللي بتحبوهم واللي بتحبوا تقرؤ أعمالهم واتبعوا كل شغلهم الجديد وكمان بيأثروا فيكم بشكل كبير النهاردة معانا كاتب شاب مصري نقدر نقول عنه إنه أيقونة ثقافية مصرية صاحب تجربة أدبية جادة جدا ومهمة جدا مخلص جدا لألمه أعماله وكتاباته كلها مميزة معانا النهاردة الكاتب والروايي الأستاذ طارق إمام وأعتقد إن اسمه الوحده على أي عمل بيشجع قراءه إنه هم يقرؤ العمل بتاعه أو بيشجع حتى كل القراء إنه هم يقرؤ العمل بتاعه الحقيقة إنه الأستاذ طارق لي أعمال أدبية مهمة جدا وليه جمهوره وليه قراءه الخاصين جدا وحصل على العديد من الجوائز الأدبية وآخر عمل ليه هو مكات القاهرة وصل للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية وهنتكلم النهاردة مع أستاذ طارق عنه ككاتب هنتكلم عنه كروائي هنتكلم كمان عن أعماله وعن إيه الجديد اللي عنده فوق الفترة اللي جاية شايفي إزاي الاهتمام بالقراءة خلال الفترة الأخيرة خاصة من جانب الشباب شكرا